سلامة و مرحبا بكم في قناتي ام كا ام سباق شنية حواتكم ان شاء الله تكونوا بقال فخير يا ربي اليوم ها فيديو جديد و كبارة جديدة حبيت من نواتكم برسات معجون الرمان على الطريقة الزمنية اللي بالفاكيا و الجلجلين و على الطريقة العصرية صفيته مرحي و مصفي دونك ديريك نتعدى والمقادير بتاعنا خذيت كمية من الرمان يكون من النوعية هذي بش يكون من داخلها كأحمر و حلو و وخسلته و صفيته خليته يستقطر و من بعد بش نقص الكعبة الرمان على اربعة كمان هكا بالطريقة هذي تبعوا الطريقة هذي راهي براتيك على الاخر في قصان في تصفيت الرمان دونك نكمل كمية بتاعي الكل بنفس الطريقة شوفوا ما شاء الله الرمان كيفيش احمر و بنين معناتها حتى من بعد في الكاليتي بتاع المعجون يجينا معجون بنين و يصبر معنا كملت قشرت الرمان الكل و توبش النقيه هذيك القشرة البيضة الدخلينية الريفة هذيك الجويدة النحية لازم الكل منحط فيها حتى قشرة وبعد ناخو صحفة بش نكيل ما حبيتش نعمل بالميزين دونك بش نسهل عليكم عملت بالصحفة اي مزيور تاخذوها كل مفيد انا نعتمد طريقة كيلتين رمان عليهم كيلة سكر الرمان هذي يطلع لي اربع صحافي دونك عليهم صحفتين سكر نحركهم بالكداكي من هكاية بالمغرفة و نبيتهم حكاية ليلة كاملة في الفريجيدير اذا ما عندك شو وقت تنجر متحط من اربع ساعات لساعتين معناتها اقل شي بش الرمان يتفعل معا هيك السكر دونك هكا بيت ليلة كاملة ذيب هذيك رهو ماء بتاع الرمان انا مزيتوش ماء دونك السكر تحلم مع الرمان تفعل وهذيك الماء اللي تحصلت منه معناتها ناتوران مازيتوش حتى قطرة ماء تو بش نحطوه معا الجاز و نخليهم هكاية طيبو نحركو اذا كان فما هكا شوية سكر في القاع بش ما يشدش دونك نحركو و نخلي هكاية يخو غلوة و نغطيه نجم تغطيه كي ما تنجم تخليها هكاية نورمال دونك تواخذ غلوة بالكداب ديما عيني عليه ديما نحركو و نشوفو عيني عليه ما تخفلش دونك ندور دوره و نحركو هذي هكا مزيل معناتها هكا مزيل مهباش كي ما نقولو تا حكاية درجية من زمان و ناخو البرات نجم تعمل في البرات هكاية ترحي كي ما تنجم في الكيس بتاع العصير اللي نعملو فيه و نتخطو حطيت الحكو كل اللي مش نحط فيه مخليتهم يغليو حكاية درجية هكاية فيه ما سخون و بعد ما رحيت باش نصفي هكاية تنجمو تاخدو صفية ما اجود رحو انا خذيتها صفية تسمع خشينة نقوب بتاحها واسعين دونك تنجمو تعملو صفية الحديد اللي اجودة و كي ما تنجمو ما تصفيوها شو تخليوها بالقلوب بتاع اللي بيضو الكعبة الرمان انا المرة هذي حبيت نصفيه العادة الحقيقة ما نصفيش نخليه يطيب على راحته و هذيك القلوب يقعت كي ما نقوله كي ما العادة مع انت المعجون الرمان الزمني من المرة هذي حبيت هكي نصفيه شفته فيه هكا بقى شوية هبط مع انت شوية هذيك القلوب خطر صفية بتاعي واسعة شوية مع انت نقوب بتاحها ورجعته يغلي في العلقاز بعد ما اغلاوها كهاز غلوة و انا زيت عصير بتاع نصف كعبة قارس و نحرك وهذيك الكشكوشة الرغوة البيضة اللي تكونت اللمها الكل في صحن دونك دي ما يلزمنا نلموها خطر هذيك هي اللي تخلي المعجون ما يصبرش وتفسده هنا دونك احنا يلزمنا اه يلزمنا نتفديه والحكاية هذي اللموها كل ما يتكون على السيرفاس بتاع الطنجرة فوق الرمان و احنا اللموها هكي في الصحفة دونك دي ما تحرك ما تخفلش عليه كي ما قلت لكم الدبابس بتاع الحكوك ساي هزيتهم الماء صفيتهم خليتهم يستقدروا على منديلة باش يتعقموا و يلزم من يكونوا شايحين وقت نحطوا فيه الرمان دونك كي ما قلت لكم اكشفت لمدة اول مرة توثيني مرة خطر تكونت هذي يتعدره و قيت هو يغلي شفتو المعجون كل مرة الليبين اللي بتاعو يعقادو معنى انت يتكاثفو باش تعرفو نعطيكم اسجوس باش تعرفو الرمان بتاعكم المعجون طاب ولا لا تحطو صحن في الكونجيلاتور يبرد و بعد تاخدو هكا مغرفة فيها شوية معجون وتحطوها اذا تسرسبت هكاية هبطت راهو مازيء و اذا بقات فيك ساكاية في بلاستها راهو طاب دونك هكا كل مرة تبقى تستي فيه تعمل تست بتاعك حتى لوين تعرف انه المعجون طاب دونك حتى بالمنظر بتاعو تعرفو اسكو طاب ولا ما طابش كي ما قلت لكم يعقاد معاكم يختار شوية الفقاقية بتاع الغلوة بتاعها اه تكثر اه تحسو هكا يعقاد شوية دي ما تحركوا ما تخفلوش عليه اه هذكا هو المعجون كيفاش يتيب و كيفاش تعرفو طاب حبيت انذكركم اذا اول مرة تزور قناتي ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل جرس باش وصلك نوتفيكاسيون كل من هبط فيديو جديد واذا عجبك الفيديو ما تنسانيش في كومنتير وجيم وتبرتاجي الفيديو مع صحيبات والاحباب دونك نخليو المعجون بتاعنا حتى لوين يعقاد دي ما تحركوا ما تخفلش عليه بيش ما يشدش وكل واحد كيفاش يحب الكونسيستانس بتاعو نتفكروا اينا المعجون نزمني كيفاش كان هكا عاقد و هكا مستكحل اما اينا المرة هذي ما وصلتوش للدرجة هيكي جيست حسيتو هاكا شد روحوا معايا وهاكا اللي بيولو بتاعو تكاثفتو الكل سيبون طفيت عليه حاجة اخرى اذا انتي طيان هبطوا من الجاز هو ما زي تحسو من بعد كيف برد تحسو جاري راه وتنجم وترجعو على الجاز وتكمل تغليه راه وعادي ما يصير له حتى شاي اينا طوا في المرحلة هذي زدتو هاكا شوية وطفيت عليه الجاز وباش نحطو في الحكوك بتاعي اللي هما دي جاكي ما قطلكم لازم ما ميكونو شيحين باش نحط جسئين من المعجون البرتي اللولا باش نحطها في حكا بليش فاكيا وجلجلين بحكم بنتي ما تحبوش الفاكيا دانك عملتاكي وحدا هكا بليش وفي نفس الوقت انا كنت محذرة للوز عندي لوز حمرته قصيته وجلجلين صبيتهم زيدا في الكمية اللي متبقية وخلطهم هكا بالاقدار وحطيتهم زيدا في حكا وحدهم دانك شوفوا ما شاء الله راهو بنين هذا ما زيل سخون توا هكا باش نصبوا في الحكا الصغيرة هذية ويلزم بعد ما نغطيوها نقلبوهم لحكا باش يكملوا التعقيمة بتاحهم هذيك اللي هو اللي فضل في الفوق هذيك اللي هو هذا يزمو يتعقم دانك يلزم بحرارة بالسخانة بتاع المعجون يتعقم نقلبوها بصفة هذي وهكا نضمنو انو المعجون بتاعنا يصبر معانا مدة اطول انا لحقيقة ما صبرش وما قاعدش برك الله تيك على ما قلوا بنين ناكلوا بالمغرفة حتى بليش خبز حصيلوا ما شاء الله بنين برشة نودكم ومنشاهيكم ننصحكم جربوها اذا عجبتكم الروسات عملوا لي كومنتير وجيم وبرتاج للفيديو نفرح ببرشة هكاية وهذي كانت وصفتنا اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله نكون قفتكم حتى ولو بالقليل نتقابلوا ان شاء الله في رسات اخرى وبنها اخرى وتشخشيخة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة